رسومات أحداث وعصور ملايين السنين سجلت على أرض وكهوف ولاية البيض وبقيت محفوظة على الصخور رغم توالي العصور والفصول نلاحظ نقوش حجرية فاقة عمرها أكثر من ثم نلاف سنة حسب الأخصائيين إلى أننا نلاحظ أن هناك إهمال وإهمال كبير وتفريط من طرف كل الأطراف نحن لا نتهم أي جهة مسؤولة بما في ذلك حتى المواطن الجزائرين اللي رأي تطع أقدام هذه المنطقة رأم يجوا قاشي بزاف بزاف رأم يجوا يخاربوا لنا هنا ويحفروا قاشي ويجوا الناس رأم يجوا منظر زي رأم يجوا الناس بس حيودي رأم يخاربوا كينين وخاربين كين ناس رأم يخاربوا في الأرض هنا يحفروا الكنوز هذه مكانة تحيي ناس تعتبذير وخلاص كنوز أثرية لا تقدر بثمن تطالها اليوم أيدي المخربين الذين يركضون وراء جهلهم ومعتقداتهم المريضة من دجل وتعاويذ شيطانية تظهر لهم حسبهم ما خفي بين الصخور من مجوهرات وصندق من الذهب مثلا الحفر الكنوز تنقيب الكنوز هذه بلاصة أثرية ما فيها كنوز هم حطين في بالهم باللي الناس الناس هذو لولين رأم كين كنوز في الحجر هذوين جاوبوا بحجرة أو بحاجة ألا قاطعة حادة خربوها بزاف بزاف آثارات لي مثل هذه ما كان عندهم لا حماية لا احتحاجها رموز نثرية نادرة عالميا بدل أن تستغل في الاستثمار تطالها اليوم أياد المخربين فهل ستحرك السلطات المحلية ساكنا لإنقاذ ما تبقى من تراث المنطقة